جدا سام مرسي مرة تانية رجع لي يعني انا بتمنى ان كابتن حسام يكون سام مرسي في اختياراته المنتخب محتاج فريش بلد يعني ايه فريش بلد يعني محتاج الناس تشوف لعيبة وجوه جديدة بالقاتل عايزة تثبت نفسها مع المنتخب مع الشباب اللي موجودة نقدر ان احنا نعدي الفترة اللي جاية دي لان مهم جدا ان يعني 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 يبقى في شكل مختلف للمنتخب في المتشاط اللي جاية المكسب ده اكيد لكن المتشاط صعبة فرق ما بينها قليل قوي وصفر محتاجة تركيز كبير جدا ومحتاجة دعم كبير جدا لكابتن حسام ولكابتن ابراهيم مننا كلنا يعني بجد يعني مش عارف ايه الحالة اللي موجودة حالة احباط ان حسام مش هينجح مع المنتخب لا ان شاء الله هينجح لازم كلنا يبقى عندنا طاقة ايجابية وان احنا ندعم الناس ان هي ان شاء الله تنجح ولازم برضو كابتن حسام وكابتن ابراهيم من ناحة التانية يعني ايه في حاجات لازم يدروها بشكل افضل اه 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 وتبقى الامور كلها بسيطة وسهلة اه يعني يعني وهم عندهم كل كل الخبرات ان هم يقدروا يعملوا يعملوا كده ان شاء الله لكن محتاجين دعم اه مننا ومحتاجين النصيحة النصيحة اللي فعلا للمصلحة اه للمصلحة اه العامة اه اه طبعا يعني عايزة راجع معك وانبرح طبعا سام مرسي عمل تصريحات لقناة الحرة الامريكية طبعا بيقول ان هذا الانجاز الكبير يعد امرا رائعا وافتخر بانني اول مصري يحقق هذا اه الانجاز بتالي 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 محمدي صعد يعني مع هال اعتقد يعني او ممكن محمدي ما يكونش مصري اهدي الانجاز ايضا للشعب الفلسطيني طبعا على فكرة سام مرسي من الناس اللي عندهم يعني اه 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 متمسك بقضية فلسطين بشكل جامد يعني وما بيخافش اه اه بيتكلم انه طبعا يعني اه 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 بانه ارسلوا لي مقطع فيديو يدعمونني رغم اه اه رغم انهم في موقف عصيب هؤلاء الرجال ابطال حقيقيهم لعب يعني عنده شخصية لدينا فريق اه قوي يلعب بروح جماعية ومدرب رائع اه كيران طبعا المدرب بتاعهم اه كيران هو المدرب بتاعهم صح اه مدرب كويس جدا اه كان موجود في مانيونيت زميلي العراقي علي الحمادي لعب صغير عمرا لكنه ناضج قرويا لم استدعي لم استدعي استدعي للتجمع الاخير مع منتخب مصر ولكن سنرى ما يحدث لحقا هنا في النقطة دي يعني بنتمنى ان يبقى فيه بصك ويسا على سام مورسي يقدر يفيد المنتخب انا بقولك ان هو يقدر بخبراته وانه وبحماسه انه هو يعني يبقى اضافة جبيرة للمص ملعب منتخب مصر تعالوا نشوف الخبر اه بقيت كلام سام مورسي طموحي حاليا هو اللعب في البريميل ليج اه الدوري انجليزي والظهور بمستوى جيد ولا افكر باللعب للأندية المصرية يعني الرجل اعب بره الرجل لسه صعد مع فريقه الجميع بيحتفل بيه وبيحتفق بيه خليك شغال واحنا مبسوطين وانت هنا كل المصريين فخورين بك سام مورسي اشتركوا في القناة